تجارب شيقة كذلك علامات الأشعة فوق البنفسجية كيف تبدو مستنداتنا في هذا الطيف من الإشعاع الكهلطيسي؟ كيف يجوز الاستفادة من الأشعة فوق البنفسجية في علم الإجرام؟ وماذا تعني هذه النقاط الحمراء فوق محطات الكهرباء؟ يجوز بواسطتها رؤية الموجات الصوتية كيف يجوز إنشاء التركيب في المنزل؟ وماذا يجوز استخدامه عدى الرامل؟ الأشعة تحت الحمراء طيف آخر لا تدركه أبصار البشر ولكن بواسطة كاميرات خاصة يجوز رؤيتها سنعرض شتى الطرق المعاصرة التي سيتمكن الناس بفضلها من توسيع سعة فكرهم كل الأشياء التي كانت خفية ستصبح الآن ظاهرة آلة التصوير الحراري العاملة على الأشعة تحت الحمراء الرسام الحراري وحتى الكاميرا الحرارية لديها تسميات عدة لكن غرضها واحد ألا وهو أنه يجوز بواسطة التقنية كهذه؟ رؤية الحرارة بالمعنى الحرفي تلك الحرارة التي تنبعث من كل الأشياء المحيطة نعم الرؤية وليس مجرد الإحساس دعونا نفهم أولا ما هو البصر بحد ذاته الأحمر، البرتقالي، الأصفر، الأخضر، والأزرق، البنفسجي، الألوان وذاك هو بصرنا بمقدور الإنسان ملاحظة الطيف الضيق جدا من الشعاع الكهرطيسي وكل ما وراءه تدركه أبصارنا وكذلك كل ما هو أمامه الأشعة تحت الحمراء كما هو معروف بفضل تسميتها تأتي قبل اللون الأحمر وفي بعض الأحيان يسمونها الأشعة الدافئة وفعلا يجوز الإحساس بحرارتها ولكن تتعذر رؤيتها أما بفضل التقنيات فيجوز جعلها مرئية من كل الأشياء تنبعث الحرارة أو الأشعة تحت الحمراء وكذلك الموجات الكهرطيسية ذات الطول المعين تصل إلى 14 ميكرو متر المصورات الحرارية أو الكاميرات العاملة على الأشعة تحت الحمراء بمقدورها إدراك هذا الطيف وتحويله إلى صورة مفهومة للإنسان الألوان الكهلية أو البنفسجية هي أكثر برودة والبرتقالية الناصعة والصفراء أدفأ خلافا للرأي المنتشر لا توجد في الطبيعة أشياء لا تشع بالحرارة وحتى الجليد على سبيل المثال إذا عدلنا نطاق دفء الكاميرا العاملة على الأشعة تحت الحمراء فسأتضيء قطرة الجليد وكأنها متوهجة وفقط الأشياء التي تعادل حرارتها الصفر المطلق أي حوالي ناقص 273 درجة مئوية لا تنبعث منها الحرارة ولا يستشعرها التصوير الحراري لكن بلوغ هذه الدرجة من البرودة أمر مستحيل عمليا ما هو الغرض من استخدام التصوير الحراري؟ أولا من أجل الرؤية في الظلام أو في غرفة مليئة بالدخان أو أثناء الحرائق في الأماكن المفتوحة كل هذه العوامل لا تشوش على الأشعة تحت الحمراء لذا يستخدم التصوير الحراري على نطاق واسع في الجيش بمثابة أجهزة رصد ليلي وكذلك عند رجال الإطفاء بغية تحديد مصادر الاشتعال والبحث عن الناس الموجودين في الأماكن المليئة بالدخان كما وتوجد تصويرات حرارية صناعية لتحديد الأماكن في البيوت السكنية حيث العزل الحراري في حالة سيئة كما ويستخدم التصوير الحراري في الطب لكن هناك أشياء مضحكة تستوعبها ألات التصوير العادية وكاميرات التصوير الحراري بصورة مختلفة مثلا هذا كيس أسود من السوليفان إذا حجبت نفسي به فالكاميرا العادية لن تراني أما كاميرا التصوير الحراري فتتركز علي وبالأحرى هذه أشعة تحت الحمراء التي تخترق الكيس لكن هذا ليس كل شيء يوجد كذلك موقف معاكس لنقل مثلا الزجاج الشفاف تماما يصبح كامدا تماما بالنسبة للتصوير الحراري لأنه يعكس فقط الأشعة تحت الحمراء وكل أفراد طاقم التصوير يرون أنفسهم وكأنهم في المرأة رغم أن هذا مجرد زجاج إذا وضعنا كوبين من الماء في أحدهما ماء بارد وفي الآخر ساخن عين الإنسان لن تفرق بينهما التصوير الحراري سيفرق مباشرة الأزرق يعني الماء البارد أما الأصفر الناصع أو البرتقالي فهو الساخن وبالمناسبة إنه منظر جميل جدا هنا يكون شيء بارد وشيء ساخن قريبان من بعضهما هكذا يبدو الماء البارد وكأنه نفط وهذا ما سيحدث له إذا بدأنا نسكب فيه الماء المغلي من الإبريق تبدو كل طبقات الاختلاط بين السوائل مختلفة ضع يديك على الطاولة اخلعها فلن ترى شيئا أما التصوير الحراري فسيلتقط سطح الطاولة الذي صار ساخنا وشيء نفسه إذا وضعنا على الطاولة وجها لنقل وجه مخرج البرنامج الشكل لن ينطبع لكن الأثر سيبقى على الطاولة لا يراه أحد سوى التصوير الحراري وبعد حوالي دقيقتين سيتلاشى هذا ما كنت أريد أن أفعله منذ وقت طويل ألا وهو أن أقذف الماء على وجه مخرجنا بالطبع لأغراض علمية هذا ماء عادي ولكن باعتباره أبرد من جسم الإنسان يبدو عبر التصوير الحراري وكأنه حبر أو نفط ويبدو الوجه ملطخا ولو أن الأمر ليس كذلك فعلا خلف حدود الطيف المرئي بالنسبة لنا يوجد عالم محجوب وهو كذلك ناصع وغير عادي لا أقل من العالم الذي اعتدنا رؤيته شاهد المزيد تصوير الموجات الصوتية بواسطة اللوحة المعدنية والرمل الكهرباء وبصمات الأنامل بواسطة الأشعة فوق البنفسجية والأشياء بفضل الأشعة السينية كل هذا في فيلم سنرى كل شيء بعد ثوان من الزمن هل نستطيع رؤية الصوت بواسطة جهاز تعديل الصور في آلة التسجيل الكبيرة؟ وهل يجوز تمييز التأثير الصوتي؟ نعم وثمت طرق كثيرة واحدة منها هي التي غير عادية أبدا سيعرضونها لنا في معهد الميكانيك لدى جامعة موسكو الحكومية تمت التجارب الأولى لدراسة حركة المسحوق أو الرمل على الغشاء المهتز في نهاية القرن الثامن عشر كان عالم الفيزياء الألماني إرنست هلادني يبذر الرمل على الصفيحة المعدنية المثبتة أفقيا ويمرر القوس من الجانب فيتخذ الرمل شكلا معينة وأدت حركة القوس الجديدة إلى ظهور شكل جديد اليوم لن نحتاج إلى قوس كل شيء سيتم بصورة أخرى لكن النتيجة سنراها بعد قليل الآن سنتكلم عن تكوين الغشاء إنه عبارة عن صفيحة معدنية ملساء ومثبتة بإحكام من جميع الجهات ووضعت تحتها مكبرات صوت عادية مكبرات الصوت غير متصلة أبدا بالصفيحة تأثيرها على الصفيحة يتم بذبذبة الهواء من مكبرات الصوت ومن أجل رؤية النتيجة نضع على الصفيحة شيئا ناعما ومتفتتة الرمل مناسب لهذا الغرض تبدأ مكبرات الصوت المركبة تحت الصفيحة الحديدية السوداء بالعمل يتم ضبط التردد يدويا نطاق الصوت من 10 إلى 150 هيرتز وعلى سطح الصفيحة يتخذ الرمل أشكالا مختلفة عند الحصول على التردد المحدد للتأثير على الصفيحة يحدث تذبذب تصور نواسا نستطيع تحريكه في لحظة ما ندفعه قليلا وهذا يزيد نطاق حركته تماما مثل ما كنا أطفالا كأرجوحة الأطفال كنا نركب المراجيح والشيء الأهم هو الدفع في الوقت المناسب الشيء نفسه يحدث مع صفيحتنا تبدأ الموجات الصوتية بتردد محدد ويتم دفعها مثل النواس أو أرجوحة الأطفال يبدأ تأثير الصدى والصفيحة عندما تهتز تقذف الرملا في مكان ما أكثر وفي مكان آخر أقل إذا نظرنا من الجانب نرى كيف يحدث هذا وفي بعض الأماكن الصفيحة لا تتخرك وهناك يتراكم الرمل كثيرا كلما هززتم الصفيحة أكثر سينقذف الرمل أعلى أثناء التقلبات نحن نلحظ انحناء الصفيحة وفي بعض اللحظات يطير الرمل إلى جهات مختلفة وفي لحظات أخرى تتدل الصفيحة إلى الأسفل وحيث نلحظ مجال السعة القصوى وهو مجال الموجة الجامدة الرمل يحرب من هناك أي لنقل بشكل تقريبي عندما تنحن الصفيحة تنحن وتتدل فالتقلبات هي منحن الجيب أي إلى الأعلى والأسفل أما الأماكن حيث تبقى الصفيحة عديمة الحركة تقريبا فهي تسمى بالعقد وهناك يتراكم الرمل يجوز استبدال الرمل بأي مادة سريعة لانهيار كالسكري أو الملح أو البودرة أو الطحين من المهم أن تكون الذرات ضئيلة الحجم ولا تلتصق ببعضها البعض وأن يتم التأثير الصوتي بترددات معينة ولكن أي منها بالذات يتعذر القول سلفاً كما يقال هنا لكن لكل حادث حديث كل صفيحة تحتز على نمطها من الترددات لذا تتجسد أشكال هلادني بصورة مختلفة كبصمات الأنامل وهي لا تتكرر هذه هي كمية الصور المتوقعة غير محدودة أظن أن الحد الأعلى هو قوة الإشعاع تلك القوة التي تجهزون بها الصفيحة وكذلك الترددات العالية تشتت الطاقة أي أن التقلبات تتحول إلى حرارة هل يجوز تركيب مثل هذه الآلية في الظروف المنزلية؟ أظن أنه ممكن ولكن فقط إذا كان بحوزتكم المضخم وجهاز الكمبيوتر والشيء الذي تريدونه أن ينقلب والرمل كل هذا كما يقال مصنوعاً يدوياً هذا ممكن شاهدوا أيضاً المسح بالأشعة السينية كيف يعمل وكيف تبدو الأشياء المعتادة بالنسبة لنا في النظر وكذلك الأشياء فوق البنفسجية كم غريبة ستبدو صورة العالم؟ نحن حقيقةً رأينا تصوير الموجات الصوتية أثناء إجراء التجربة مع شكله لادني وكذلك عمل الكاميرا على الأشعة تحت الحمراء وأمامنا طيف آخر لا تدركه الأبصار الإشعاع الكهرطيسي وهو الأشعة فوق البنفسجية الأشعة فوق البنفسجية أي خلف نطاق اللون البنفسجي الإشعاع الكهرطيسي الذي يقع في النطاق الطيفي بين الأشعة المرئية والسينية يتراوح طول موجات الأشعة فوق البنفسجية ما بين 10 و 400 نانو متر عين الإنسان عاجزة عن رؤية الأشعة فوق البنفسجية ولكن توجد أولاً الكاميرات الشبيهة بكاميرات التصوير الحراري التي تجعل الأشعة مرئية وكذلك التراكيب الفلورية الخاصة التي تضيء تحت تأثير الموجات فوق البنفسجية يتم استخدام التراكيب الفلورية كعلامات خاصة في الوثائق وعلى الأوراق النقدية والسندات شيء مريح جداً لا ترى بالعين المجردة إذا وضعت الشيء تحت مصباح الضوء الأسود وهي مصادر الأشعة فوق البنفسجية طويلة الموجات هكذا مثلاً تمضي البطاقة الشخصية وهذه شهادة القيادة أظن أنكم توافقون أنه قل من تصور بأنها تبدو هكذا بالذات تحت الأشعة فوق البنفسجية لها علامات خاصة هي تضيء بضوء مرئي ولكن فقط تحت تأثير الأشعة فوق البنفسجية غير المرئية علم الإجرام استفاد من هذه التراكيب والمساحيق المتألقة فإذا وضعتها مثلاً على صفحة مجلة وبعد ذلك أضعت مصباح الضوء الأسود تبدو البصمات واضحة تماماً حتى إفرازات جسم الإنسان تتفلور بصورة طبيعية تحت تأثير هذا الإشعاع وفي الحلقات القادمة من فيلم سنرى كل شيء سنعرض لكم هذا حتماً وهذه هي الكاميرا التي تعمل بالأشعة فوق البنفسجية يتم بواسطتها في مخطات توليد الكهرباء البحث عن التفريغ التاجي الأماكن حيث أطلفت الأسلاك فأصبحت على وشكل انقطاع أو إغلاق الدارة الأشياء كهذه لا يجوز ملاحظتها بالعين المجرد أما الكاميرا العاملة بالأشعة فوق البنفسجية فتكشف عن الفوتونات التي تشع كثيراً في الأماكن تلتقط الكاميرا كل الفوتونات توجد حدود لخلفيتها العادية ما دون أربعة إلى خمسة آلاف هو المستوى المنخفض والمتوسط وكل ما فوق ذلك يدل على أن حالة خطوط نقل الكهرباء أو شكت على أن تكون طارئة كهذه الأسلاك انظروا أيضاً الأشعة الصينية واستخدامها في مسح الأشياء والناس بعد مضي ثانيتين سنرى ما يتعذر رؤيته في الحياة العادية كيف تبدو الأشياء المعروفة لنا ترجمة نانسي قنقر من سافر جواً ولو لمرة واحدة لعله رأى وعرف أجهزة مسح الركاب والأمتعة وهي تسمى كذلك إنه جهاز التفتيش الشخصي وهذا جهاز الرؤية في الداخل يعمل على الأشعة الصينية على شكل ناقل الجهازان متشابهان تماماً من الشكل الخارجي لكن مبادئ العمل متماثلة الأشعة الصينية الموجات الكهرطيسية بين الأشعة فوق البنفسجية وأشعة غاما طول الموجة من 10 أس سالب 12 إلى 10 أس سالب 8 متر من بين مميزات الأشعة الصينية هي أنها قادرة على اختراق الأشياء كلما كانت المادة أمتن كلما امتصت أكبر قدر من الأشعة لو وضعنا يدنا على الفيلم وأشعلنا فوقه الأشعة السينية لفترة ثانيتين فكل التراكيب الداخلية لليد ستنعكس على الصورة السلبية وهذا لأن الأشعة ستتوقف على العظام وعلى الفيلم لذا ستكون هذه الأشياء ساطعة أكثر من غيرها أما العضلات والجلد فستمر الأشعة عبرها بمقاومة أقل أما جهاز المسح العامل بالأشعة السينية فيستخدم تقريبا نفس المبدأ لتفتيش أمتعة الركاب يوجد داخل كل جهاز لنقل بشكل تقريبي مصباح تنبعث منه الأشعة السينية بشدة محددة وعلى غرار الفيلم يوجد خط ضيق من المادة الحساسة على الجدار المقابل لجهاز المسح بما أن المادة القارئة للأشعة السينية الضيقة فجعلها بحجم حقيبة سفر شيء غير اقتصادي لهذا السبب الأمتعة تتخرك حين تمر الأمتعة عبر جهاز المسح كله فإن كل سنتيمتر يتعرض للكشف الإشعاعي وبعد ذلك تتجمع الصورة وتظهر على شاشة الكمبيوتر الأماكن الغامقة هي الأشياء عالية الكثافة أما الفاتحة فهي ذات كثافة أقل كالملبوسات والمواد العضوية هل يجوز خداع أجهزة المسح العاملة بالأشعة السينية؟ الأمر هو أنه توجد مختلف الوضايات للأشياء حين تغطي بعضها البعض والعاملون قليلوا الخبرة في مثل هذه الحال قد يخطئون في دراسة الصورة ولن يلحظوا الأشياء الخطيرة ولكن يوجد أولا احتمال أن الأمتعة ستتعرض للتفتيش الثاني وبوضية أخرى وثانيا على العاملين أن يشددوا انتباههم ويرفعوا من خبرتهم جهاز مسح الركاب العامل بالأشعة السينية هو نفس جهاز مسح الأمتعة والفرق أن في داخله لا يوجد الشريط الناقل بل الأشعة السينية نفسها تدور حول الإنسان وتقوم بالكشف الإشعاعي لكل سنتيمتر هذه صورتي في الجيب بعض النقود هاتف تظهر بوضوح الساعة على يد اليسار وإذا خبأنا شيئا معدنيا أو أي شيئا بتركيب كثيف مختلف عن جسم الإنسان ولباسه فسيظهر كل هذا على التصوير بالأشعة السينية وحتى ما وضعته في حذائي بصعوبة تعال إلى التفتيش الأمني من فضلك هل الأشعة السينية مضرة؟ الأمر كله متعلق بالكمية بالطبع عند إجراء الفحص الشعاعي للإنسان وكذلك في الاستخدام الطبي أو تفتيش الأمتعة فنحن نبذل قصار جهدنا لتخفيف الكمية أي أن الكمية المستخدمة هنا ضئيلة جدا هي تقارن بالإشعاع المحيط بنا مثلا عند مسح الإنسان هو يتعرض للفس الكمية من الإشعاع التي يتعرض لها في المحيط بصورة طبيعية فإذا قضى ساعتين على خط عرض موسكو فإن الكمية التي سيتعرض لها ستكون قليلة جدا والآن دعونا نلعب لعبة معكم تحتوي هذه الأكياس السوداء على أشياء مختلفة سنضعها واحدة واحدة في جهاز المسح بالأشعة السينية أما أنتم فحاولوا أن تخزروا ماذا تحتوي هذه الأكياس هيا بنا فلنبدأ الكيس الأول على ماذا يحتوي إذا حكمنا من خلال تجانس اللون والشكل فكل شيء مفهوم إنها خضروات وفواكه وسائر المواد الغذائية هنا كل شيء واضح إنها فواكه الموز الشمام التفاح والكباد هكذا ومع بعضها هي تتمتع بكثافة واحدة تقريبا ولهذا السبب هي تبدو شبيهة ببعضها من خلال الأشعة السينية والآن فلنكمل وما الذي لدينا هنا شيء غريب الكياس ولكن الكثافة في الداخل حتما مختلفة هنا لدينا السكر والملح الشيء الواحد منها عضوي والآخر غير عضوي وزد إلى ذلك كثافتها مختلفة وكتلتها مختلفة لهذا يتخذ الملح اللون الأزرق أما السكر فلونه بني كأي مادة عضوية الجزء التالي سنجيب على السؤال لماذا وأثناء المسح يأخذون كل السوائل بما فيها الماء؟ انظروا في إحدى زجاجاتي ليس الماء بل البنزين حاولوا إيجادها بالتفتيش الشعاعي البنزين مع الكحول في هذه الزجاجة لو لم أكن أعلم بسقوطها في أي جهة فهذا بالطبع يستحيل تحديده أما خارجيا فهي تشبه بعضها البعض كثيرا الماء والأسيتون والبنزين والكثير من السوائل بما فيها ذات الخطر المحتمل كلها تبدو في الفخص الشعاعي كأنها واحدة لهذا السبب تم اتخاذ قراري مصادرة كل المياه ومن الجيد أن الكل يعرف ما ذلك أما المشكلات النادرة الحدوث فسنقفل هذه ألعاب أطفال الناسف والسيارة التي يتم التحكم بها عن بعض وليس من الصعب التخمين بأن هذا جهاز تلفزيون قديم وهذا أيضا يجوز تخمينه بالشكل هالة موسيقية جهاز التسجيل مضرب التنس والغيتار وهذا أيضا مفهوم جهاز إطفاء الحريقة المخروط المعدني يتغير لونه بتغير سماكته في قسمه الحاد اللون أخضر ولكن ماذا نفعل إذا كثر عددها وهي معبأة في الحقيبة بإحكام هنا الأمر يحتاج إلى براعة وكذلك رد فعل سريع من الطبيعي أن العمل على جهاز المسح يعتبر صعبا جدا العاملون يتعبون دون شك وقد نظموا بصورة جيدة المناوبات بين مجموعات العاملين وهي كل ساعة ونصف أو ساعتين طبقا لتنظيم مناوبتهم يبدلون بعضهم البعض يستريحون وبعد ذلك يعودون إلى المناوبة من جديد لقد شاركت بنفسي في مثل هذه الإجراءات لذا أستطيع القول أن هذه العوامل موجودة فعلا ثلاث ساعات من العمل أرهاقتني يجوز للإنسان استلام البيانات بواسطة خمسة أعضاء عبر الجلد، اللمس، الأنف، وعبر اللسان، الأذنين، العينين ولكن حتى في واحدة منها وهي البصر نحن محددون بشريط ضيق من النطاق الكبير للإشعاع الكهرطيسي وتخطي هذه الحدود هي إلى حد ما مهمة كل البشرية أن نرى أكثر مما هو بمقدرتنا بواسطة التقنيات أليست هذه هي الصفة التي تميز عقلنا عن عقل الحيوانات حتى الحيوانات في بعض الأحيان ترى أكثر مما نرى نحن إذن أنا الأوانو لكي نغير هذه المسألة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة